اشتركوا في القناة ويعني الاحداث الجديدة ونحن اليوم في 27 خلاص يعني على انتهاء السنة 2020 وان شاء الله تكون يعني سنة 2021 سنة خير على الجميع ويعني ان شاء الله يعني تباشرة بلشت مع اللقاح ومع التفاؤل اللي موجود ان شاء الله ويعني نتمنى ان الكل ان شاء الله يكون مستبشر بخير وكلام طيب وبداية يعني هذه التباشير يمكن تصريح خوننا دكتور عبدالله سند في موضوع اللقاح بل لكن قبل الله ابدأ بهذا التصريح مهم جدا شنو تعلمنا من 2020 وهذا راح نستدرج فيه في حلقة ان شاء الله من الحلقات الياها قبل انتهاء السنة شنو تعلمنا كورونا شنو علمتنا العقبات اللي مرت شنو علمتنا الحضر الصبر الوقفة عند الجمعية شلون يعني نتعايش مع المجتمع شلون نكون مع بيتنا وعيالنا وهذا الجانب يمكن مرتبط كثير في الحلقة اللي انا بتكلم فيها اليوم وهو عندي موضوع تقرير انساني يعني مؤلم صورته امس بالليل او او تحديدا اليوم الفير الساعة اثناش وخمس اه شيء غريب ونتكلم حدثين ايضا في اه الفين وعشرين اه يعني حزينين جدا على الكويت كانوا اه وفاة الامير رحمة الله عليه شيخ صباح كان لا اثر كبير على المجتمع الكويتية ويعني كان مؤلم جدا هذا الرحيل وهذا اعتقد ان الناس ما رح تنسى هذا الموضوع اه مع 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 كورونا ومع امور ومع هالامور هذي كلها و قبل ايام ايضا رحيل وزير الدفاع وابن اه الامير الراحل شيخ ناصر رحمة الله عليه اه حدثين كبار اه كانوا اه لهم مكانة كبيرة ان كل المجتمع الكويت والخليج والعربي يعني اعتقد اه رحمة الله عليهم ابي ابدأ حلقة اليوم وراح ان شاء الله في حلقة من الحلقات رح اتكلم على كورونا وعلى امور اه كورونا والحمد لله رب العالمين ان الله سبحانه وتعالى النعم علينا بقيادة سياسية بالامير الله يطول بعمره ويحفظه اه سموه شيخ اه نواف الاحمد و اه عضيده وولي عهده الشيخ مشعل الاحمد الله يطول في عمارهم والله يحفظهم ان شاء الله والله يحفظ اه الكويت اه بيعني قيادتها السياسية وحكومتها وشعبها تصريح عبدالله السند قد يكون جزء من الاطمئنان اللي شفناه اليوم الصد بتوافد العدد الكبير للقاح ارجع كرر انا دوري احط الامور الواضحة انا مو دوري اقولك روح اخذ لقاح ولا تاخذ لقاح انا هذا مو دوري زين مو زين انا مو متخصص في هذا الامر في اعراض ما في اعراض قلت لكم روح حق الدكاترة وتناقشوا ياهم على حسب ما جاء ولكن قبل ايضا تصريح عبدالله السند لمسنا مجموعة من التغريدات من المسؤولين من النواب من كثير من الناس باننا يعني الحمد لله 72 ساعة طحمنا وامورنا طيبة وامورنا وايد زينا وما في اي اعراض بالنسبة حق الناس اللي طحمت واللي هي كانت اول الناس اللي جربت في يوم الخميس بعد رئيس الوزراء ما دشن عملية التطعيم وهو اول شخص كان ياخذ التطعيم خلنا نشوف تصريح عبدالله السند ونتواصل وياكم هذا تصريح دكتور عبدالله السند اذا موجود عندنا تعطونا يا المتحدث المتحدث الرسبي باسم وزارة الصحة دكتور عبدالله السند لم يتم رصد اي اثار جانبية غير متوقعة بعد مرور نحو 48 ساعة على شريحة العينة التي تلقت تلقت لقاح كوفيد 19 خلال الاستتاح التجريبي للحملة تبدأ الحملة اعمالها الفعلية غدا الاحد بالفئات وهي اليوم هذا تصريح كان امس ذات الاولوية من العاملين في القطاع الصحي دعوة كوادر وزارة الصحة عبر رسائل نصية وذلك من اعلان رغبتهم باخذ التطعيم وتم تسجيل الموقع الاولوية للطواقم الطبية ستستمر ايضا في فترة ما بعد الاسبوع الاول من المرحلة الاولى من الحملة بالاضافة الى اولوية كبار السن والعاملين في الصفوف الاولية وصولها الى كافة افراد المجتمع هذا كان تصريح يوم السبت 26 وهذا خبر من الاخوان في وزارة الاعلام يعني طلع كلام عن الموضوع ان ما يابوا ديكاترا وما يابوا مطعمهم هذا كلام يعني مو صحيح يوم الخميس كان افتاح تجريبي تشغيلي الانطلاق الرسمي اليوم كان مجموعة كبيرة من الدكاترا اللي كانوا سجلوا وصلت لهم مسجات وراحوا اليوم وفي منهم خلال هذا الاسبوع راح يعني تم تطعيمهم ان شاء الله خبر ثاني وابدأ يعني في التغرير يعني يعني متألم عليه حقيقة والتغرير راح ياخذ اكثر من جانب انساني توعوي اجتماعي بس ايضا خبر كان قبل الناس ان شاء الله باعد عنكم الشر ما تصير عندهم حالة وفاة ويصير الامور فكان مو معارفين ياخذ الورقة مالة الدفن ويروح وزارة الاعلام ويرجع وقرار الدفن وهالامور هذه كلها يعني حقيقة الاخوان مشكورين ممكن خلاص يعني من من كورونا بلشت بلش الامر الاغلب يصير فيه الالكتروني والاخوان في البلدية تماشيا مع هذا الامر ادارة الجنائز نزلت حق هذا الموضوع ما لا داعي كانت يعني فكرة جميلة الناس تدري فيها عزو وتعال اخذ الورقة وروح راجع وروح وزارة الاعلام وكذا هذا الابلكيش تم تفعيله من الاخوان في البلدية يعني تقديم مواجب العزاء الالكتروني لأهل المتوفي بكل سهولة من خلال التطبيق هذه هي خدمة بلاغات الوفاة ممكن تحط الاعلان حق التلفزيون حق الاذاعة ويتم تبليغ عن حالة الوفاة عن طريق الابلكيش على طول تلقائيا اهم وتلقائيا يأخذون الخبر منك ويحطون فيك وايضا الابلكيشن في اسماء الوفيات بشكل يومي مع عناوين العزاء مع الامور كامل وايضا الاخوان اللي يابون يقدمون واجب العزاء في عندهم خدمة اللي هي واجب العزاء الالكتروني النقطة الأهم اليوم في هذا الموضوع واحد يمكن يقول لي فيه بليكيشن اوكي صح فيه بليكيشن مع الوفاة فيه الناس قاعد يسوون غروبات منوط العزاء صح ولكن النقطة المهمة يعني هذا البليكيشن قاعدتك ثلاثتهم مع بعض النقطة المهمة هو الاعلان في الإذاعة والتلفزيون ب يعني حالة الوفاة الناس مشغولة ويعني العزاء والوفاة والدفان فيعني اليوم كان قبل موضوع صعب بطاقة مدنية وروحني وكذا اليوم بكل سهولة وعظم الله اجر الناس اللي توفت ويعني الله يطول فيه اعمار الموجودين انا يعني حقيقة متألم جدا يمكن يكون التقرير مؤلم ويمكن التقرير فيه اكثر من رسالة انا عرف جماعة مرة نقل عفش فمن سنين وياهم يعني يعني زين اللي انا يكلمني انا عرف ابوه في مصر فانا عرف زين ومحمود اهم عيال عام كلهم تعامل اياهم من عشر سنوات يعني واحد يقول اي شي يعني مثلا اذا بنطلع البر ادق عليهم يون اهم ياخذون الاغراض وشي فتربطني علاقة بيني وبين هم يعني دائما اتصال بيني وبين هم امس يوم السبت الساعة يعني تسع الصبت دق علي زين وانا كنت مشغول مع عمال ما ما فضيت وشي وبعدين مع اليهال بالليل على ما خلصنا دق علي مرة ثانية ساعة يمكن 11 من الليل استغرط من اتصال مرتين وربع يعني عبتا هما يتصل فتصل فيش يعني يقول يا انا اسف يعني متصل فيك والوقت متأخر شي قلت لا امر عسى ما شر فقال لي عندي حالة انسانية انا ضرشت لك يا ها في الوسم شي الموضوع عشان يقول لي شاب كويتي وتصل فينا حال نحال احنا زباين يعني يرفع السماعة سلام عليكم انتو نقل عفش اين عم نقل عفش دلون تعالوا وانا بطلع من الشقة راحوا اخذوا اغراض الرجل هي عبارة عن جنة ملابس حاط فيها الاغراض لسبب ما راح تكلم في كان مطلوذ من الشقة فشالوا الاغراض فظلوا يفترون وين تبتروح يا اخوي وين 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 ما في مكان فقال لهم نزدوني عند حديقة السالمية وساعة اثنى اش بالليل والجو بارد وهذه الاحداث اللي صارت بعد ما صارت هذه الاحداث الجماعة يقول احنا ما قدرنا اخذنا عندنا هذه التفاصيل كلها راح اكلم فيها اول شي مشكورين يا زين ومحمود والشباب هذه النخوة اللي فيكم الجانب الانساني مهم جدا في حياة الناس يقول احنا ما قبلنا على اسمع الحين شيقول يقول احنا ما قبلنا والله يقول احنا للفير الرجل عزة نفسه ما رضي يدش عندنا البيت يقول احنا سكن عزاب مش اد المآم بس يعني سبب فيها راح تكلم في تفاصيل هذه عطنا التغرير اليوم يوم الاحد الساعة 12 ودقيقتين يعني الاتصال ساعة 11 وقال لانا في حالة كويتية وحالة تعبانة والله اضطريت الميالة اييي بنفس الوقت ما قدر تصبر صدام تشوف المكان اللي هو قاعد فيه شوف المكان هذا المكان اللي أنا ووريكم يا هذا المكان اللي هو قاعت فيه شوف الوقت مجموعة ناس عزاب شوف القضو هذي الناس ايه اللي يخذوه ويعطوه هالمكان وعطوه المصله شوف هذي المصله حين بيكم تسمعون شي يقول هذا الولد كويتي وشوف تفاصيله اول شي انا كويتي ولد ديره و جرت علي ظروف و احبار صعبة وكنت ساكن في مكان في الشبقة ومع الاسف طلعت بسبب الظروف الصعبة هذه تراكمت العجارات وما قدرت تسددها ونفس الوقت انتهى العقد العجار اللي بينوا عني الشقة تم وظف؟ ينزلك راتب؟ لا والله واقف راتبي واقف راتبي شكده صار لي؟ صار ما تقريبا شهر اثنين حلو بداية كورونا وطريت وطريت بسبب الغجارات التي تراكمت وعرض الغجار اللي انتهى اني اطلع من المكان اللي انا فيه وطلعت وانا ما املك اي شي فحاولت اشوف لي مكان يلفيني مكان مقعد فيه مكان اردت مموري فيه فاضطريت مع الاسف اني اروح اقعد بحديثة كانت تقريبا عند نفس المكان وطلعت لغاية ثاني يوم الصبح عن بعد طريقة الني اشي منها لانا ممنومة وهذا نحين رجعت مرضاني حق الناس اللي ساعدوني في نقل من وذير الناس؟ والناس عمار في نقل من العب الشوراتات وهم اللي شاروا غراضي من البيت والناها ارجعت لهم وفتحولي بيتهم وفتحولي قلوبهم قبل بيتهم شنو للمطلوب؟ والله اي مساعدة من المسؤولين في الدولة حيث انه يساعدوني في ان العاطب يرد يمشي ويدبروني سكن موقع على ما ردت ببوري وحس الله الناس سمعتوا والكل عام اللي قلنا ساكرا أبو الخير شو هنك أبو شي مشكورين احنا ما سوينا شي والله احنا كلنا اخوان وهذا كنا نسوي معاي انتو يا لكم تليفون عادي نغل عبش جلنا تليفون على اولا ابن عمي هو اللي رح له وليتو جاي ساة اتنين بالليل اتأخر اولو تأخرت ليه قال له والله في واحد صفت وكذا كذا انسان بغض النظر انه اولا كويتي مصري فما لقناش مكان واحنا هنا حتى يعني الموضوع عنده ما يقدرش يطلع عندنا فوق اه جبناهني لان احنا عرضنا عليه بالليل اللي نجوه هنا هو الرجل يعني ما شاء الله هو رجل اللي قلنا في الاحترام والأدب ورجل بان عليه ابني ناس مش عاملة بعدلة قال لا عن حد يزعطني حد يحرجني حد يقول نطلع برا وانتو بارك الله فيكم وغايتكم بيضة ما قصرته وولي نبيه منك الشيين انت وولد أمك لغايتكم بيضة حاليومين ان شاء الله وندبر ابونا ومشكورين وانتو أهل البلد ونعم فيكم ستين نعم هذا المكان اللي احنا قاعد نشوفه وجزاهم الله خير الناس هذي اللي وقفت مع هذا الريال واعتقد اننا احنا أهل البلد او لو ولد مؤلم انك انت تشوف ابن بلدك يوصل الى هذه المرحلة خدونا نتكلم في الجانبين في الجانب الانساني يعني يتكلم اللي لنا ولي علينا الولد قد يكون عنده جزء من الاشياء خطأ اللي هو يمكن عدم التزامه في الدوام في امور كثيرة وانا حقيقة اشكر الوزارة وما راح اقول اي وزارة يعطيهم العافية اتصل فيهم على اليوم الظهر وخذوا كل البيانات ورقم التليفون وهالامور قالوا لي يا صالح خلال هاليومين راح انشيك وياك ونشوف شنو امكانية الامور هذي كلها وانا امس قلت له وهو اعترف قال اني انا كنت مقصر في الدوام في موضوع البصمة في هذا الامر ولكن وصل الحال فيه اليوم الى هذا الامر هذا درس لكل شخص اليوم يمكن الخلافات العائلية انا سألته قلت له اهلك قال لي عندي مشكلة مع الاهل وقاعد بروحي اليوم هذا الخلافات العائلية توصل للناس لها الدرجة توصل الى انك انت اليوم ممكن تلاقي نفسك في هذا المكان انا ااسف اقدري انه قاعد طالع حلقة وادري اني انا قاعد اعورك في الكلام بس هذا الكلام قلت لك يا امس انا وانا اصور اياك وانا ارجع اقول لك يا لان هذه رسالة لكل شخص يطالع اليوم هالكلام هذا الخلافات العائلية ممكن توصل عدم اهتمام في الدوام يوصلك لهالامر قد يكون في خلل اليوم في بعض الاجزاء انت ما راجعت كموضوع كورونا تكبتت الامور ولكن احنا اليوم ابناء اليوم انا شكرا لك يا زين شكرا لك يا محمود ابناء الجالية المصرية شكرا لكم على 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 يعني الروح اللي انا شكرا منكم انتو ناس تعملون نقل عبش تاخذ اجرتك ومع السلامة ولكن الروح الانسانية اللي كانت فيك اهي اللي خلتك انك تفزع على رقم ضعف معيشتهم وقهمة قاعدين مع بعض يقول والله يا صالح عطوني رغم الواتساب محمد يقول والله يا صالح ان استأذننا من صاحب السكن واستأذننا من الناس اللي ساكنين هذا ما عندنا لهاي الغرفة الصغيرة وشفت الولد ما شاء الله يعني مليا ما يقدر يصعد فوق استأذننا قاعدنا في هاي غرفة احنا مسوينا مثل مصلة وياكل من اكلنا بالعكس احنا نتشرف فيه وسمعته اش قال يقولنا ان احنا شفناه رجل طيب ورجل يعني مش وش بهدله فانا هذه رسالتي انا ان شاء الله خلال يومين تواصلت مع الاخوان في الوزارة وايضا يعني ان شاء الله راح يردوا لي خبر في موضوع الراتب والامر الجزء الثاني انا اتمنى من اهل الخير اتمنى من اهل الكويت احنا اليوم في الكويت خيرنا في كل مكان وهذا ولد البلد وهذه الكويت بلد الانسانية بلد الخير بلد الامن والامان الولد عنده يومين الله عطاه هذين الناس وقدروا ان يحملون مسئولية هاليومين امس واليوم انا اتمنى من اهل الخير اللي يقدر يساعد هذا الرجل خير اليومين ما نبي شيء ياخذنا مكان لمدة شهرين على ما انحل موضوعه في الوزارة انرجع اه راتبه واموره في الوزارة وعيش عيشه كريمة بالنهاية اخطأ ما بي اقول انه يعني ما ابي اعور الواحد وهو متعور ما ابي اضغط على شخص وهو متألم اه والله انا امس وانا اكلمه كنت متألم جدا واقسم بالله لما اكلمني زين الساعة 11 نصب الليل والله اني انا طالع من الصبت عمان رايح البيت قسما بالله بس ما قدرت والله العظيم قلت الا اروح له وهذا صورت التقرير الفير ساعة 12 و 10 دقائق وانا اصور هذا التقرير فانا اتمنى من اهل الخير كل شخص يقدر من اللي تقدر عليه لو ان اجرنا شقة بمية دينار على شهرين على ثلاث تشهر ونعطيه مصروفه خمسين دينار ونقول لي يا ولد الحلال ترا هل الكويت هل مرة وقفوا وياك والوزارة ايضا شكرا لهم وان شاء الله راح اطرح الوزارة بس اخذ الجواب منهم التزم في دوامك وعيش حياة كريمة رسالتي الاخيرة لكل اهل الخير لا تقسروا مع هذا الرجل ولا نقبل اليوم على ابن الكويت انه يكون في جذي او اي شخص كان اليوم حتى والله لو كان هذا الرجل مصري قد راح حفزع له لو كان هذا الرجل شنو ما كان قد راح حفزع له احنا نتعامل بالانسانية لا نتعامل في الجنسية احنا جبلنا على اهل الخير جبلنا على الطيبة جبلنا اليوم لو تلقي اي واحد اليوم من جيرانك ما تقبل عليه وهذا اعتبر واحد من عيالك اعتبروه واحد من اخوانكم كل الناس تمر في ظروف انا مو دوري في الاعلام اني افضح الناس مو دوري احطويها وقلكم شوفوا فلان لفلاني واحط لكم اسمه لا انا دوري اوجه رسالة لان ادري ان اهل الكويت اهل خير واهل نعمة وادري انهم وايد منهم اهل خير وهذا رغم الواتساب كل شخص يقدر خلي تواصل اياه على الواتساب خلونا بس على اللقل ننقذه خلال هالشهرين يقد يكون هذا درس في حياته يغير حياته انا ارجوكم ثم ارجوكم ثم ارجوكم كل شخص عنده استطاعه وهذا رغم الواتساب يقدر تواصل فيه وياي ارجوكم يبعث لي واتساب ويقول لي مشكلة الولد وانا اتصل فيه تليفون عطنا يا محمد رغم الواتساب معنا كامر ونتكلم وان شاء الله راح يكون رغم الواتساب وياكم والله يفق عوقه والله يفق عوق الجميع وايتشكر كل من شوفوا هذه البساطة هذه الكلمة الاخيرة اللي باختب فيها الناس مهما كانت بسيطة ومهما يمكن يشتغلون في نقل العفش على المشوار بعشر دولانين وخمسة عشر دينار ولقمتهم ولقمت اعيانهم في مصر ويمكن يتقاسمون الخبزة بينهم بين بعض بس ما تفق ما تفق دول انسانية لما شافه الولد يقول والله يا صالح اربع الفير ما قدرنا النام والله راح ناله الحديقة وعطينا الكنابل وتسع الصبر راح ناله قلنا له يا راج ما يصير يا اخي تعال والله ما يصير حلو الانسان يكون يحس في غيره لو بكسرت خبزه ترى جميل جميل العمل الانساني جميل انك تحس في غيرك هذا التكافل الاجتماعي ما قالوا احنا ما لنا علاقة اهل بلده لا لا يا اخوان لا يا اخوان هذه الروح الوحدة هذه الكويت هذا بلد الخير هذه بلد النعمة وان شاء الله يا رب العالمين ما تنتهي هذه الحلقة الا واثنين ثلاثة من اهل الخير متصلين وما اخذين لا مكان ومسكنينه بدون لا الرجل ينفضح ولا يتشهر فيه ولا 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 هالامر هذا مشكورين ازعكم الله خير اطول نحن الفاصل اه ردينا عليكم اه والله يا اخي ساعات بتتكلم ما تعرف شو تقول انا بشارك اه الولد الاجر واثق فيك يا صالح ان شاء الله نقدر يعني هذا كلام لما تقراب مسج وبقراركم مسجتاني السلام عليكم يا صالح انا مشارك في الاجر الولد بس كيف وصل لكم المبلغ وبقراركم رسالة واحدة من الامهات السلام عليكم اخ صالح جزاك الله خير انا ما اقدر اطلع اه انا حرمة ابي هذا بيني وبين رب العالمين وابي طرش لي اللينك ويحول لي وانت تصرف لانك محل ثقة والله مشكورة يموة والله يزاكم الخير والله يفكعوكم انا مادل شنو المبلغ ان شاء الله دينار بس لما الانسان يشارك في هذا العمل لما الانسان تكون عنده هذه الروح لما الانسان يتفاعل انا دايما اقول كلمة واكررها ترى احنا لما نطلع من بيوتنا الصبح ونوقف عند لشارة ونشوف واحد لابس بلسوه تصفر وطيق له هرن وطلع له دينار تحطه بيدك وتعطيه ترى انت ما تعرف هذا الشخص وهو محتاج ممحتاج كذا تطلع من خاطرك لرب العالمين فهذه الناس اليوم انا اول شي اشكركم على ثقتكم وشكرا لكم وتواصل اياكم ان شاء الله بعد البرنامج لما تيت فك والله العظيم يعني الناس تتعلم انا يمكن فترة كورونا الحالات اللي يتلنا وقدرنا نساعدها ونتواصل وياه وهذه الامور والناس يعني انا اليوم انا ما لي جهة خيرية ولا انا هو برنامج خيري ولا انا الي انا اخذ فلوس العالم انا ما لي علاق انا اوصل فضل اخوي هذا رغم تليفونه تواصله اياه تروح له او تواصل معه او دق عليه او يترشك لينك هو او ثقة الناس هذي اليوم مهمه جدا انقاذ اليوم ناس حتى لو كان مخطئ حتى لو كان مخطئ وكفه شوية اليوم الشخص لما يكون مخطئ قد اليوم يتعلم من خطئه انه يمكنه وما يعني هذه الفترة قد تكون فترة كورونا مشاكله في الدوام اموره وان شاء الله ان شاء الله يعني والله الكلام اللي يكلموني اياه اليوم الظهر الاخوان في الوزارة يعني شكرا لكم يمكن ما اقدر اقول الاسماء الى ما انتهي من هذا الموضوع شكرا لكم يعطيكم العافية وهذه الروح الجميلة الي اليوم ايش اسمه وصدقوني اليوم كنت فك عوق شخص ما تدري برا باتشر شنو المكتوب ولا باتشر شنو اللي ممكن يكون موجود بزاكم الله خير وبارك الله فيكم والله يفك عوقكم مثل ما فكيته عوق ان شاء الله وانا بلغت زين حقيقة من امس يعني كلمته قلت اشوفوا سكن بمية وخمسين بشيء على الاقل يعني يطلع من المكان الي هو فيه ويقعد على الاقل شهرين ان امن له شهرين ونقول له يا اخوي ترحنا بعد هذه الشهرين تتراجع الوزارة وتخلص شغلك تخلص امورك وتلزز في دوامك عشان يبدي ينزل معاشك وينزل راتبك وينزل امورك والله يقدرنا على فعل الخير عطنا منه عندنا من الاتصالات اه ماسمح ماش تقول نحي فالناس يعني الناس اللي قاعد رشول اللي قالوا وقاعد يتصل فيني وشذي وكذا يعني ما اقدر التليفون عندي يعني ما الواساب فالبعد ان شاء الله بعد الحلقة ان شاء الله حاضر اتواصل اياكم ويعني اقدر يعني اخذت المكالمات اللي قاعد تواصلون فيها على اه موضوع اه البرنامج يعني يتكلم على جانب ثاني غير هذا الجانب الانساني نحن نتكلم له فيه على موضوع يعني اه موضوع القرار خلنا نتكلم على موضوع قرار الاغلاق او على موضوع الحفل اللي صارت عليه لوية ان ليش وش حقه يا اخوان ما يصير يعني يعني ما يصير يا جماعة يعني مجلس الوزراء ويسكر اليوم طلعوا قرار عن التجمعات ويسكر الكنايس ويسكر الامور وجراءات امنية في البلد واحنا في راس السنة وما يبون تجمعات وما يعني كي تروح تسوي لي حفلة يا ما يصير ما يصير يا جماعة وتجمع واختلاط وكيترينغ وعبسة ودنيا ومش عارف ايش وبعدين اخر شي يعني 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 ال 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 انا يعني ال 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 اخوان لا اش ما اش حقه سوي يا جماعة ما يصير يعني يعني ما يصير تموم كل شي اسم اهلله ما يصير كل شي يعني هدد وهال الامور هذي كلها ما يصير يا جماعة انا متضايقين ندري احنا اليوم انا انا اتكلم عن نفسي انا الحين امنعه المخيمات ندري انا الحين انا واقولها على الهواء قاعد اسبوع ندور شا عليه اجار حق الهال حق اه 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 راس سينا نتجمع بما ي حوله ولا قوة يعني فانا اتمنى يعني ايضا نلتزم في هذه القرارات نلتزم في هذه الامور نلتزم في هذه الشغلات الان انا من وقت انا انا اقول هذا القرار صح ولا هذا القرار حطأ هذا القرار زين ولا هذا القرار مو زين هذا مو شغلي انا اقوله هذا مو شغلي فانا اتمنى يعني من الناس انه يعني ايضا نلتزم ونقدر الوضع اللي احنا قاعد نمو عليه وضع كورونا وضع الامن اللي قاعد يصير تفكير يعني مااني اعارف مااني اعارف مو وقتا حين كيترينج وحفلة ودنيا وتجمعات وحفسة وهل امور اي كلها كذا يعني لو بشكل مختصر مثلا بالعائلة مثلا اوكي بشكل اي مكان و عفسه و دنيا و استيجات و ما يصير يعني مو شسمه فلا لا تعاطمون مثلا والله انا ما اتكلم على جانب صحي على جانب امني على جوانب كثيرة اليوم ما يصير يا جماعة ما يصير على اليوم لا تحطون اللوم على بالعكس بدلا انتو اليوم تحطون اللوم على اخوان في الداخلين شكروا الاخوان في الداخلين قاعد يقوم في دورها شكروهم اليوم على اجراءات اللي هم قاعد يسوونها وعلى الامور اللي قاعد يتفاعلون يعني اه فيها وقلنا احنا ازمة كورونا وقلنا حضر وقلنا هالامور هذه كلها بالنهاية لا حول ولا قوة كلنا قاعدين كلنا عايشين نفس الوضع كل الناس عايشة نفس الامر فاليوم ايضا كان فيه اه تصريح حق يعني اه وزير الصحة اليوم كان اه جميل حق الدكتور اه باسل اه يقول ان الوضع الوبائي مستقر وفتح الحدود على طاولة مجلس الوزراء باشر باشر عنده مجتمع مجلس الوزراء يقول باشر املي قاعد ونشوف الوضع الوبائي جيد بس باشر املي قاعد بنشوف يعني يا جماعة اليوم الناس راح تشوف انه والله بيشوفون يعني ها واحد واحد خلص نفتح اثنين نفتح ثلاثة هذا اليوم نمدد ما احنا بيسير يا جماعة احنا اليوم لا نفهم كل شي انه والله لا ليش وش حقه وعشان يعني يكون بعض القرارات قلت انا من ايام كورونا بعض القرارات قد تجهلها ما ندري العالم وين قاعد يفكرون والناس شنو قاعد تفكر فانا اتمنى ان يكون عندنا شوية صبر اه شوية تعاون اه يعني نحطي النبيت بعض انا ايضا معاكم متألم انه ما في مخيمات والله يمتألم يعني احنا نبي نستانس مع عيالنا انتم تبقوا نستانسوا مع عيالكم اه معكم مكان ندري اجازة اه قد تكون يعني اه يوم الاحد القادم يعني انا ادري ان الناس يفتدنوا الكويتين يحبون السفر يحبون البار يحبون الشالحات طلعه ما بريد حينها وانا يعني يعني رسالتي لي يعني يعني انا رسالتي لاصحاب الشالحات يعني والله يعني رسالة اخ والله العظيم مو لاني انا قاعد ادورش عليها اجرا ما سانا يقول يعني لا تستغلون العالم لها الدرجة لا يصير فيكم لا يصير فيكم هالامر ارجوكم يعني انت ويمكن المتنفس الوحيد اليوم والاجارات وشيدي لا تصيرون للأسف انتوا على الناس بعد مرة ثانية لا لا تستغلون ندري انها موسم بس لا تستغل العالم لها الدرجة يعني الاجارات صارت شيء مغزز اسعار مبالغ فيها بشكل مو طبيعي ما يسير يا جماعة والناس ترى مجبورة فلا تترون انتوا على الناس بالعكس انت خلك مع الناس اي والله انا مش شغلي والله انا تاجة ما يا جماعة مو تجارة هذه مو تجارة يعني فكر اليوم ليجا الدام اليوم ساعد الناس خل العالم تطلع خل العالم استانت كل واحد فيكم حاط له يعني اي شالية ما اللي بي نقول لنا مخالف وغير مخالف ما بيتش فيه الموضوع هذا غير البلاو اللي قاعدة تصير في الشاليهات حلق الله يا جماعة راعوا العوائل والناس هذي في العجارات في هذا الامر باشر ان شاء الله انا راح نستدرج وياكم منوي انا ام يوسف ام يوسف ام يوسف بس اشهلا بالخير مساء النور يا انا ام يوسف اخ صالح انا بس حبي اتعلق على الاخ اللي مسكين عند ازمة اه نتمنى نتمنى ان كل شخص يعاني مثلا بظروف خاصة مثلا نفسية خارج من طلاق خارج من ازمة مادية خارج من ازمة اجتماعية يكون في كل محافظة او في كل منطقتين يكون في محافظة مركز اجتماعي بحيث ان الساعات الواحد لما تواجهها مشكلة ما يقدر يحط لها حلول ممكن للناس تكون موهوبة انها تقدر يعني انها تعدي ازمتها فهذا المركز مثلا اذا كان عنده ازمة مادية يقدرون يساعدونه شلون انه يتصرف بمعاشة يكيف نفسه اذا مثلا معاشة ضعيف او عنده التزامات مثلا طلق وعنده مثلا حق زوجته مثلا ايه يسمونها نفقة او شيء فما يقدر يعيش على اقل هذي مثلا يسول له حلقة ربط مثلا مع بيت الزكاة او اللجان الخيرية بحيث انه يقدر يعيش ما يتأزم ونتمنى انه من الا ماكن العمل يعني فيه ناس ما تقدر تقول مثلا اني انا فيني ازمة نفسية او مرض نفسي او شيء يعني حتى شكلا مو حلو يصير جدام زملاءة فاتمنى يعني انه يكون فيه تساهل اللي مثلا يقيب اكثر من خمستعاش يوم ما ينفصل ولكن انه الايام الزايدة هذي تكون بدون مرتب لانه يحل مشكلته لانه مثلا يكون حيشة صدمة نفسية ومقادر انه مثلا يروح العمل او شيء ممكن يتخانق او شيء لانه هو تحت ضغوط نفسية كلام جميل يا ميوسف جميل جدا فهذه المراكز الحين احنا المجتمع اختلف عن تماما اول اول يعني مشاكل الناس مترابطة حتى لو مثلا واحد يتيم ولا شيء تلاقي الجيران اهله لكن حاليا انت تدري الوضع الناس فيها تحفظات الوسع صارت مفككة لازم يكون فيه مركز بس يكون الموظفين فيه خرجين علماء يعني خرجين لقانس اجتماع النفس بس ما يكونون يدد حديثين التخرج لا يكونون قدم يعني خبرة صال لهم اربعين سنة يعني مو اربعين سنة يعني امره اربعين سنة يكون مثلا عنده خمستعس سنة خبرة او شيء صحيح بحيث انه يقدرون يتعاملون مع هالناس لن يوصلونهم بره الامانة انه يرجع وضع طبيعي يقدر انه يواجه المجتمع صح الشيء الثاني يا اخ صالح فضل ايه نتمنى انه الحين انا سامعة ان احدى الجهات تبتزيد رواتب موظفينها وهذه الجهات جدا كوادرها عالية انا اتمنى الاخ هشام الصالح مشكور جزاها الله خير اقترح انه يشيلون الـ 120 دينار وانه يسدون فيها القروض لا اخ صالح الاقتراح هذا مرحح المشكلة المشكلة يا اخ صالح انه يحصرون الجهات الوزارات والهيئات اللي معاشاتها جدا متدنية في جهات يعني ترى مايتها اي زيادات تذكر انت فترة اللي ات 2011 زادوا الجهات كلبوها وكل جهة قير الثانية في جهات ما جاها كلش زيادات بالرواتب نتمنى الحين تعديل الرواتب الزيادات تيه حق الجهات اللي تم حصرها اللي معاشاتها جدا متدنية هاي ترفع الى ان توصل رواتبها نفس الجهات اللي يكون رواتبها في الحدود المتوسطة مش العالية جدا مثل البترول والبترول حاضر مشكورة يا ميوسف وصراحة مقترحين جميعين خاصة مقترح المحافظات انا اشد على ايدك وفعلا احنا محتاجين مجلس الامة يتبنى الاخوان المختارية الامو لازم اليوم المحافظين اليوم يعني شو المشكلة يعني اليوم واحد في المحافظة هذي عنده مشكلة وصج ترى صج صج يعني اليوم هذا اسشاري يعني بس خدمة خدمة اجتماعية مجتمعية شو المشكلة دكتور نفسي تيتعقدوا يا محامكة يعني اكو ناس ترى مثل ما قالت صارى كلام ميوسف صج يعني وديه يقدم البلد وهذا متوايق ما يدري عمار في ظروف حالة نفسية اكتئاب طلاق خلاف اسري ما يدري شي سوي مو كل الناس ترى يعني ايه وتعيني حق ثلاث اربع دكات را يعني اليوم شو المشكلة يعني 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 يقولكم اربع دكات را اربع محاميين اربع يدوني اليوم تعالي بفلان كذا سووا جديد 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 يتواصلون مع هذا مع اللجان الخيرية تحلون مشكلته مؤقتا على ما انه يرجع يوقف على دينا بفلانيا والله انا اقتراح جدا راقي وعني اشكوره يا ميوسف يعني رايزش بيضة والله انا اتمنى يعني حتى الاخوان النواب انا راح ابعت لهم الاقتراح هذا شكرا انا ميوسف شوفكم ان شاء الله اه على خير باتر وهذا رغم الواتساب اه قبل لا اختم اي شخص يبيحب يتواصلوا يانا على اه موضوع الشخص اللي تكلمنا عليه او يبي اه يعني استفسر هذا رغم الواتساب موجود عندكم وان شاء الله نشوفكم باتر اه على خير وتكون عندنا اخبار اه طيبة في موضوع يعني حالة الاخ اللي اعرضنا وايضا ان شاء الله يكون عندنا خبر من الوزارة يكون حطينا موعد بانه قتم اليوم يخلصون اموره واجراءاته الله يسهل الامور شكرا لكل من تواصل معنا شوفكم باشر الساعة ثلاث في امان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة